صراحة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة بأن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأربعاء بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى اللجنة إلى أن اللجنة الخاصة في حالة عقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسبما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس وقرار المستشار دكتور حنفي جبال رئيس المجلس بتشكيلها مؤكدا حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزامه بتوجهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري